اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية تمكنت من القبض على عصابة أسيوية محترفة قامت بعمليات سرقة تجاوزت قيمة مضبوطاتها 70 ألف دينار وقد شملت المسروقات كميات من الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة ومبالغ مالية في إطار جهود حفظ الأمن وحماية السلامة العامة تمكنت الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية وبفضل العمل الأمني المكثف وسرعة التحرك والتنسيق من القبض على عصابة من 14 فردا يحملون جنسية أحدى الدول الأسيوية تورطوا في ارتكاب ست عمليات سرقة منازل في مناطق متفرقة من البلاد بطريقة إجرامية وأسلوب احترافي كما تم كشف ملابسات هذه الوقائع والتي قامت العصابة من خلالها بسرقة كميات من الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة ومبالغ مالية كما اتخذت العصابة من بيع الخمور وامتهان الدعارة ستاراً لارتكاب جرائم السرقة والتي تجاوزت قيمة المسروقات فيها 70 ألف دينار وقد عمد أفراد العصابة إلى استخدام عدة أدوات وأساليب تسهل لهم ارتكاب جرائمهم من دون ترك أي آثار سواء بالإتلاف أو الكسر في الأبواب والنوافذ الأمر الذي دعا الفريق الأمني الذي تم تشكيله إلى تكثيف إجراءات البحث والتحري ورصد وتحليل الكاميرات الأمنية في مواقع مختلفة من بينها مطار البحرين الدولي حتى تم الكشف من خلال أعمال الربط والتحليل والمتابعة الأمنية عن أحد أفراد هذه العصابة والذي تم رصده أثناء قيامه بسرقة أحد المنازل حيث تضح وجود تشابه في أسدوب ارتكاب الجريمة مع واقعة مماثلة وقد دلت التحريات بالإضافة إلى التحليل الأمني والعمل الميداني على أن العصابة تستخدم في ارتكاب جرائمها سيارات مستأجرة وتعمد في عقود التأجير إلى تسجيل عنوين غير صحيحة بغرض التمويه وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري وتحديد ورصد الموقع الذي تتخذ منه العصابة مقرا تم تحديد هويات أفرادها ومن ثم استجداروا إذن من النيابة العامة والقبض عليهم فيما باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إجراءاتها القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر